الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سنتحدث اليوم عن الأصل الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى وسنتحدث عن العناصر الآتية عن معنى الإيمان بالله عن الأدلة على وجود الله ثم نتكلم عن أقسام التوحيد معنى الإيمان بالله الإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود ذات الله تعالى وأنه رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق المحي المميت وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة دون سواه وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة كما سيأتي الكلام عنه فتضمن التعريف أربعة أمور الاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته كما قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية الأدلة على وجود الله تعالى الأدلة في هذا الباب كثيرة ونذكر بعض الأدلة على اختصار فمن ذلك أولا دليل الفطرة ومفاده إن الإنسان لو ترك وذاته بدون معلم أو مربي فإنه يشعر في أعماق نفسه بأن لهذا الكون خالقا خلقه ومكونا كونه ومبدعا أبدعه ومدبرا دبره لكن قد يحصل للفطرة نوع فساد فيفسد إدراكها فتحتاج إلى موقض وأما الدليل الثاني من الأدلة على وجود الله تعالى فدليل الخلق ومفاد هذا الدليل إن الناظر في العالم وما يحتوي عليه من موجودات متنوعة ومخلوقات عجيبة يقود بالضرورة إلى الإيمان بوجود خالق لهذا العالم واستحالة أن تكون هذه المخلوقات قد وجدت من تلقاء نفسها الدليل الثالث دليل الكمال ومفاد هذا الدليل إن الإنسان أكمل حادث موجود في الكون بحسب ما نلاحظ ونشاهد من الموجودات والإنسان حتما لم يخلق نفسه ولم يخلقه والده وأي شيء دون الإنسان لا يستطيع أن يخلقه لأنه فاقد لكمالاته وفاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه إذن فلابد من موجد هو أكمل من الإنسان يملك أن يخلق في الإنسان صفة العلم صفة الإرادة الحرة وسائر الصفات النفسية بعد منحه صفة الحياة بل لا بد أن يكون هذا الخالق ذروة في الكمال كله وهو الله سبحانه وتعالى أقسام التوحيد ينقسم التوحيد من حيث المفاهيم النظرية إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذا التقسيم إنما عرف بالاستقراء والتتبع وسنتكلم فيما نستقبل من محاضرات الكلام عن هذه الأقسام بشيء من التفصيل فنبتدئ بتوحيد الربوبية توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق للعالم وهو المدبر وهو المحي المميت وهو الرزاق ذو القوة المتين وبعبارة أخرى توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله فيعتقد العبد أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك من أفعال الرب تبارك وتعالى كما قال الله ألا له الخلق والأمر وأدلة هذا النوع من التوحيد كثيرة والأصل في ذلك قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله وإذا مرضت فهو يشفين وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته وهناك أدلة أخرى على هذا التوحيد عقلية منها ما يحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في العراق تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ بنفسها وترجع مرة أخرى بنفسها كل ذلك من غير أن يدبرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم إن كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علويه وسفليه والأدلة العقلية على هذا النوع من التوحيد كثيرة منها دليل التمانع دليل السبر والتقسيم دليل الانتظام ولكن لا نذكرها في هذه المدة وهنا بعض التنبيهات التي يحسن أن نتكلم عنها منها أولا أن الإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطري فهو مركوز في النفس مركوز في الفطرة كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقد فطر الله تعالى العباد لما استخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا والأمر الثاني أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في حصول الإسلام بل لابد أن يأتي معه بلازمه من توحيد الألوهية فقد كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولهذا لم يدعهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم يكرون بالربوبية ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت ولكن هذا لا يدخلهم في الإسلام والأمر الثالث أن المنكرين لتوحيد الربوبية قلة في البشرية ولعل من أبرزهم فرعون وقد أنكره وقومه مع اعترافهم به في باطن أنفسهم وإقرارهم به كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو وقد أنكر هذا التوحيد الماديون الملحدون الذين لا يؤمنون بوجود الله تعالى كالدهرية أو كالدهريين القدماء والشيوعيين في هذا العصر والطبائعيين والقائلون بالصدفة وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد